واضحة لجميع إن ملف السحراء والنظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات والنجاعة الشركة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت منه وتكونوا بخير على خير وفي أحسن الأحوال أخواني أخواتي تطورات مفاجئة اليوم الأنظار في العالم تنظر إلى بريطانيا وفرنسا واللي شهدات انتخابات أدت إلى نتائج غير متوقعة بريطانيا بحيث شكلات عودة حزب العمال المعروف بتوجهات دياله إلى السلطة بـ 14 سنة من حكم المحافظين مفاجئة كما حملت الانتخابات الشرعية الفرنسية احتهي واحدة مفاجئة مدوية وهذا الشي في الجولة الثانية الحاسمة في الانتخابات يوم أمس الأحد من بعد ما كانت كل توقعات كتقول أن أقصى اليمين فإذا بفرنسا تسير صوباء اليسار فالسؤال المطروح ما تأتي الانتخابات ديال المملكة المتحدة وفرنسا بالنسبة للمملكة المغربية الشريفة فقبل ما نبدأ ورجاء منكم كالعادة أنكم تدعمونا بلايك ديالكم بالبرتاج كذلك بكتابة التحاليق فغير ذو لقليب للرأي المغربية أو كلمة استمر واصلي فهي كافية أن نتدعم لنا المحتوى فعلى بركة الله نبدأ موضوعنا لليوم قد نبدأ بطبيعة الحال بالهوكيين ففي إطار الكاذب الغير المنتهي من طرف الهوكيين أو بوصبع المبردع أو الأبوك ديال النظام الإسكالي الجزائري أي حاجة خصوم يشوفوا في هالصورة ديال المغرب فكينشروا هالصورة لأمامكم ويدعونا أنها مراسم دفن الوالدة أو أم المالك محمد السادس حفظه الله أو الجنازة ديال المالك محمد السادس حفظه الله وكي قلوب للدفن تم بطريقة سرية ونشروا ديك النعش اللي كتشوفوا أمامكم ومعليه ديك النجمة السوداسية فصراحة أخبت ناس هم هاد الناس أخبت ناس على وجه الأرض وهم النظام الإسكالي الجزائري لأنهم وصلوا واحدة درجة أنهم يزوروا بهذا الشكل فهاد الناس كيأكدوا العالم باللي وصلوا واحدة درجة ديال الحاضي وصلوا واحدة درجة ديال الإفلاس يعني ما بقى عندهم حتى شي حاجة يضربوا بها البغريب سوى التصوير والكذب هاد الصورة لا علاقة لها نهائيا بالجنازة ديال للا لطيفة الله يرحمها الأم ديال المالك محمد السيد حفظه الله لكن هاد الصورة تعود إلى جنازة بورسي الرئيس طائفة اليهودية في الضالبيضة فهنا إخواني أخوتي فصراحة أخبت ناس هم هاد الناس جنالة المالك اختار أنه كيف ما عاش للا لطيفة في الضيل سوف الجنازة اختاروها تكون حتى هي في الضيل فالجنازة حضروا لهذه المقربين والأسراء الملاكية حكم أن المرحومة للالطيفة هي مش شي شخصية محورة في البلاد وبالتالي الجنازة ديالها تمت في صمت بدون أضواء الكاميرات فالله يرحمه السيدة والعزاء للحاقينين نبدأ بالمملكة المتحدة والانتخابات اللي شكلت ضجة كبيرة فكلفت الرسالة ديال بن بطوش الموجهة إلى رئيس المزرع البريطاني الجديد هنا بن بطوش قال باللي البوليزاليو منظمة شقيقة لبريطانيا لحزب أو لحزب العمال وقال أنه يتطلع مواصلات وتعمق العلاقات القائمة بين المنظمتين البوليزاليو بطبيعة الحالية تحاول أن تستغل هذا التحول الكبير السياسي بالمملكة المتحدة علما أن مسألة تدبير صحراء المغربية هذه مسألة تتعلق بالتوجه السيادي مرتبط بالأمن القومي والتحالفات الاستراتيجية والسيادة السياسية البريطانية فعودة حزب العمال المعروفة بالتوجهاتها اليسارية أو توجهاتها اليسارية إلى السلطة بعد 14 سنة من حكم المحافظ لن يحدد تغيير في جوهر العلاقات المغربية البريطانية كون أن الإطار الاستراتيجي والتوجه السياسي العام لعلاقات ستنائية المشتركة والمصالح الاقتصادية والتجارية المتقاطعة هذه كلها أمور سيتم اتخاذها بعين الاعتبار فأحيانا بعض الأحزاب بريطانيا تميل إلى استخدام ورقة صحراء المغربية في الخطابات السياسية والأغراض السياسية أو في إطار تكتيكي سياسي محدد لكن كيف قد توجه السيادي في ميلف صحراء المغربية يتجاوز الضرفية الانتخابية أو الحكومات المتعاقبة والميلف ما مرتبطش فقط بشكون اللي غادي ترأس الحكومة لكن بحسابات أخرى أكثر أهمية وحساسة زد على هذا الشيء من المغرب منصة كيتنفس عليها العالم والفاعلين الدوليين وعلى رأسهم لندن بحثا عن الاستثمار وتوسع الاقتصادي كما أن وجود لبيو فرنسي اقتصادي حتى هو لن يسمح بتراجع العلاقة الاقتصادية والتجارية مع المملكة المغربية الشريفة ولن يسمح كذلك أصحاب المصالح الاستثمارية بين البلدين وهذا الشيء لكي يعني أن المملكة المتحدة ستحتفظ بنفس الميكانيزمات سياسية في بناء علاقتها مع المملكة المغربية الشريفة خصوصا في هذا التوقيت كذلك إخواني أخواتي بالرجوع إلى فرنسا فمفاجأة غير متوقعة اليسار قلب الطاولة وتقدم في الانتخابات تطور غير متوقع حيث أظهرت تقديرة الأوليات نتائج تصويت في الانتخابات الشريعية تصدر تحلف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر إيمانويل ماكرون الرتبة الأولى متقدم على اليمين المتطرف لكن دون أن تحصل أي كتلة على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية للغرفة الأولى من البرلمان الفرنسي وحققات الجبهة الشعبية المؤلفة من أحزاب كتختلف عن الملفات مفاجئة لحلولها المرتبة الأولى لكن تجمع الوطني سيدخل بقوة بالجمعية الوطنية الجديدة بعدد تاريخي من النواب إلا أنه سيبقى بعيد عن السلطة مع تسجيل نتيجة مخيبة لتطلعته مقارنة مع النتائج لسجلها خلال الدورة الأولى نتائج جات عكس توقعات مع استطلع الرأي المختلفة لتوقعات غالبية مطلقة محتملة محددة في 289 مقعدا بعدما كانت توقعات تقول أن أقصى اليمين فائدة بفرنسا تسير صوبة ليسار هالشي اللي يجعل زعيم جبهة فرنسا الأبية المولود بطانجة يقول على إمانويل ماكرون دعوة أحزاب اليسار الفرنسي لتشكيل حكومة وقال على رئيس الوزراء قابريال أطال المغادرة وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة لكي ينتمي لها الحزب دياله أن تحكوم فمن جهة انتقد رئيس حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف ما وصفه بالتحالف العار لقال أنه حارم الفرنسيين من سياسة الإنعاش وقال باردي الله أنه يجزد سياسة التجمع الوطني أكثر من أي وقت مضى بحيث أكد أن الحزب دياله لن ينزلق نحو أي تسوية سياسية ضيقة وأن احتشي حاجة ما تمكن من أن توقف الشعب بعد ما عاد له الأمل واعتبرت ماغين لوبان تعليقاً على نتائج الانتخابات أن النصر مؤجلاً فقط والمد يرتفع لن يرتفع بالمستوى الكافي هذه المرة لكنها قالت سيستمر في الصعود وأنه عدد النواب تضعفه وعنّت ماغين لوبان أنها ستترشح لانتخابات الرئاسية المقبلة وأنها تنوي مجدداً رئاسة أو أنها ترئس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني في الجميع الوطنية اللي باتت أقوى الآن وهذا الشيء حسب التعبير دالها أما بيلشون أعلن رفضه التحالف مع المعسكر ديال ماكرون كما أن الشخصيات في حزب إمانويل ماكرون بدورها قد ترفض العمل مع حزب فرنسا الأبية وقال وفق سيئن إن أنه متطرف تماماً وغير صالح للحكم مثل تجمع الوطني اليميني ففرنسا صراحة قادرتها غرق في واحد المجهول قبل ثلاثة أسابيع أو بعد ثلاثة أسابيع غادي يفتدحوا دورة الألعاب الأولمبية بباريس فقابريال أطال أعلن مساء أمس أنه غادي يقدم الاستقالة ديالو ووضح أنه يقدر يبقى في المنصب ديالو طالما يقتضي الواجب خصوصاً أن فرنسا غادي يستضف دورة الألعاب الأولمبية قريباً وبالفعل قدم الاستقالة ديالو لكن إمانويل ماكرون طلب أو طلب منه البقاء وخاموا أقاتاً للحفاظ على استقراض البلاد لكن أخواني أخواتي السؤال ما هو تأتي الانتخابة الشريعية الفرنسية على المغرب فتأثيرات المباشرة هو أن مصال مصالحة لكينطلق أو لينطلقت فيها باريس والريباط في الأشهر الماضية قد يتأثر حتماً حيث تم إلغاء الزيارة رسمية للمغرب كان من المقرر يديرها وزير الأول فرنسي جابريال أطال من ثلاثة الخمسة يوليوز وكان من المتوقع أن يشكل هذه الزيارة مرحلة جديدة في مسلسل تشكيل العلاقات بين البلدين بعد عامين من الفطور الدبلوماسي وكانت زيارات عديدة للمسؤولين وكانت فعلاً زيارات عديدة للمسؤولين فرنسيين تمهيداً إلى زيارة مرتقبة لرئيس إيمانويل ماكرون ومع ذلك هذه الدينامية لن تكون موضوع لإعادة النظر علماً أن الرئيس إيمانويل ماكرون دوستوريان هو الذي يتخذ قرار السياسة الدفاعية والخارجية هناك أمر واحد مؤكد هو أن كل دوائر السياسية بفرنسا وبكل مكونتها تاعي جيداً دور المملكة المغربية الشريفة على عكس نظام عسكري الجزائري للإخواني أخواتي نكتفي بهذا القدر تاحية لكم كبيرة شكراً لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته